أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم تسليم مخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني المعنية بالشؤون الاقتصادية للرئيس السيسي وقاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث أشار مدبولي إلى أنه سيتم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فور وصولها لمجلس الوزراء مشددا على أن تنفيذها أولوية أولى في المرحلة المقبلة وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء ملخصا بشأن موقف الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي منوها إلى المؤشرات الإيجابية التي تضمنها بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي أعلن انخفاض الرقم القياسي العام السنوي لأسعار المستهلكين بمصر بنسبة 3% تقريبا خلال شهر مارس شكرا